وللسنة الرابعة على التوالي أقيم حفل توزيع جوائز لأل أم آج تتم حفل جوائز دليل أفلام اللبنانية أو الألميز يوم الثلاثة بسينما أسويق بيروت صناع ونجوم الأعمال حضروا لاستلام جوائزهم ومنهم دارين حمزة يلي مشاركي بثلاث أفلام رحباً عم أدي مجازة أفضل مخرج وفي أفلام كتير كتير حلوة السنة أنا أصلاً فيه كمية أفلام سينما السنة بتكبر لأدل نتعرف هلأ مشاهدين على كل التحضيرات للأل أم آج جوائز الأفلام اللبنانية اللي عم بسمها السنة للتورة الرابعة نتقل سوى لجوائز الأفلام السينمائية للسنة الرابعة على التوالي يقام حفل لنحكي أكتر عنه طبعاً نستقبل للسنة الرابعة على التوالي وبخطوة فردية عم بقوم فيها الشاب اللبناني إيميليو عيد تم توزيع جوائز الأفلام اللبنانية بصالة سينما ستي فيني عم نحكفل بالحفل الرابع السنوي لا جوائز الأم آيز أو جوائز الفين اللبناني موسيقى موسيقى راني شار موسيقى 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 ماريات أفو موسيقى افو موسيقى 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 النافذة موسيقى 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 انتنقنا من داخلي حفل توزيع الجوائز الأفلام اللبنانية في بيروت بحضور عدد كبير من نظم الفان المشاركين المنافسة كانت كبيرة بين أفلام عدة ومن بينها مرقب ذا يلا أعبالكم شباب باريسيان وبالحالة نحن هذا الشيء يساعد أنه الناس تتبه شوي عن سكيم لبناني حافظ زويز الأفلام اللبناني بدورته الرابعة رح بصير السنة بأربعة نيسان بأسواق بيروت